عدوة مركز مكان السنترال هلا والجبل الأحمر جبل آخر بات في قبضة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هذا هو الخبر القادم من الجبهة الجنوبية الغربية من محافظة تعز وتحديدا من الجهة الأكثر سخونة حيث يخوض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك شرسة منذ أسابيع مع ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع جبل السنترال الاستراتيجي المطل على مدينة دباب إلى جهة شرق باب المندب هو واحد من المواقع التي تشكل أهمية بالغة بالنسبة للجيش والمقاومة كما كان أيضا بنفس القدر والأهمية للميليشيا فكان لابد من استعادته بحسب مصادر في الجيش الوطني على الرغم من تعقد المنطقة جغرافيا إلا أنها تشهد أعنف المعارك منذ الأسابيع القليلة الماضية حيث كانت هي الأبرز بالنسبة للطرفين لكن الأكثر قسوة كانت على الميليشيا التي تكبدت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد المعلومات الواردة من مسرح العمليات العسكرية تقول إن هذه المناطق الأكثر توترا ينتشر الجيش والمقاومة فيها في منطقة الحريقية الواقعة بين باب المندب وذباب بينما تتواجد الميليشيا في مدينة ذباب وكانت تسيطر على جبل الإرسال أو السنترال وهو جبل يطل على مدينة ذباب ويعتبر من أهم المواقع في تلك الجبهة حيث يستخدم كموقع استطلاع وكانت أيضا تتواجد أعلاه أسلحة ثقيلة ومتوسطة تستخدمها الميليشيا لقصف مواقع المقاومة والجيش وقنص أي تحرك للقوات الموالية للشرعية ومع تركز المعارك في جبهة جبال وسفوح منطقة كهبوب الممتدة من شرق جبل الإرسال المطل على مدينة ذباب تمكن مؤخرا الجيش والمقاومة من استعادته وطرد الميليشيا منه كما ألحق الخسائر الفادحة بها اشتركوا في القناة